دراسة الفقه على المذهب أم على طريقة أهل الحديث قد يكون الفرق بينهما يسيرا إذا كان الدارس على الفقه بالمذهب قائم على الدليل والبرهان فما كان من المذهب يوافق الدليل أخذناه وما يخالف المذهب الدليل رفضاه لكن هذا لا يقدر علي إلا من كان شبهان ريان في علم الفقه فعندها يدرس مختصر أبي شجاع ويفرزه إلى مقبول ومردود لأنه شبهان ريان يدرس مختصر القدوري ويفرزه إلى مقبول أو مردود هذا مليان وكذلك مختصر خليل في الفقه المالكي وروضة الطالع أو منهاج الطالبين عند الشافع وهكذا أو مختصر الخراقي هذا عندما يكون شبهان ريان نقول له درس الفقه بالمذهب وفرز المقبول من المردود لأنك أصبحت مليان وإن لم يكن هذا حالك فافعل كما فعل السلف كانوا ينطلقون من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وبالتالي يدورون مع الدليل فبدل أن يقولوا قال ابن عاشر يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يقولوا قال القدوري يقولون قال الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا فبالتالي أفضل شيء لتدريس الفقه هو آيات الأحكام وأحاديث الأحكام لكن بإشراف الشيخ فده مجد الشيخ فبإذن الله يقرب لك الطريق ويسهل عليك الصعب ولا تقلق لأنك مع رجل يدور مع الدليل والبرهان ثم أنت ترتقي وترتقي وترتقي حتى تقبل على المذاهب الأربع جميعا وتستفيد من هذه الكتب وتناقش مشايخك وزملائك وتتقدم حتى تصبح أنت ممن يدرس الفقه وتدور مع الدليل الراجح لكن هذا لا يأتيش في يوم ليلة وشهر وشهرين وسن وسنتين يحتاج إلى تعب وسهر أما حضرتك لا تعرف شيات جاية تقول لي والراجح في المسألة شو والراجح طول بالك شو ما عرفك في الراجح قول قال العالم الفلاني والراجح في المسألة كذا النقل ماشي أما الثلاث أصلح للترجيح طول بالك إذا قواعد الترجيح مش دارسها مش دارس وصول فقه مش دارس قواعد فقهية مش دارس تخريج كيف تقول والراجح كذا البدري عليك وبالتالي يا جماعة الواحد بدخل الجامع عشان يدرس بكالور يسبق وحطه أربع سنين تعال درس فقهية أربع سنين عنا وشوف إن شاء الله بعد الأربع سنين بصير وضعك أها أما بدك عنا خلال شهرين ثلاثة تصير وممنوع تغيب بتعضر لي درس درسين وتغيب في الجامعة ما أنت بتغيبش طب ليش عند المشايخ بتغيب عند اللي في الجامعات بتكتب ديش في درسنا قاعد ما شاء الله ولا بتكتب ولا يش بتنس في راسك قاعد يعني إذا إحنا الغلط فينا ولا لا ف بص الله أن يفتع علينا وعليكم